أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نتابع فيها التصعيد المتسارع في عدن والمحافظات الجنوبية تهم وزير النقل صالح الجبواني رئيس الحكومة معين عبد الملك بالتمرد على الرئيس هاري في عدن بتخطيط إماراتي وقال الجبواني في تغريدة على تويتر إن عبد الملك عاد في نوفمبر الماضي إلى عدن وباقي حتى اليوم مع رفض المجلس لانتقال تنفيذ اتفاق الرياض واعتبر الجبواني هذا انقلابا جديدا من قبل رئيس الحكومة وداعميه ضد الرئيس هاري بتأسيس غطاء لسلطة الانقلاب وتنفيذ ما خططت له الإمارات نصا وروحا من جهته هاجم نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس لانتقال المدعوم من الإمارات منصور صالح الحكومة الشرعية مهددا بطردها من العاصمة المؤقتة عدم وقال في حديث لقناة روسيا اليوم إن الحكومة الشرعية مجرد سلطة احتلال وأن الانتقال قادر على ترحيلها في أقرب باخرة أضف صالح أن خيار الانفصال لا رجعة فيه وأن اتفاق الرياض لا علاقة له بمطالب شعب الجنوب باستعادة دولته حسب قوله تزمن ذلك مع انتشار فيديو تظهر فيه قيادات عسكرية تتبع المجلس الانتقالي بالتنسيق لعمليات استهدفت الجيش الوطني ترى في أي سياق يمكن وضع هذه التطورات المتسارعة وهل نحن على مشارف حرب وانقلاب من نوع جديد هذا التساؤل وغيره نناقشه مع ضيوف الحلقة بعد متابعة هذا التقرير حل للصراع أم شرعنة للانقلاب سؤال لا تزال إجابته محل سجال داخل صف الشرعية بين مدافع عن اتفاق الرياض كونه مدخلا للسعادة الدولة ومن يراه شرعنة لميليشيا الانتقالي فعودة رئيس الوزراء معين عبد الملك في منتصف نوفمبر الماضي إلى عدن لم تحرك الجمود السياسية والعسكرية في اتفاق الرياض بل مثلت وفق وزير النقل صالح الجبواني غطاء لسلطة الانقلاب وتنفيذا لخطة الإمارات نصا وروحا وجعلت الجبواني يتهم في تغريدات له على تويتر رئيس الوزراء بتنفيذ انقلاب جديد ضد الرئيس هادي فيما يبدو فإن اتفاق الرياض يؤسس لانقسام واضح داخل الحكومة حيث يقود بعض الوزراء مثل وزيري الداخلية والنقل رفضا واضحا ضد اتفاق الرياض باعتباره تغطية سعودية على الانقلاب الإماراتي بعدا وقد أكد الجبواني في تصريحات النخيرة له بأن السعودية تستطيع نزع سلاح الميليشيا ويخراج وحداتها العسكرية من عدن بإجراء واحد متمثل بقطع رواتب الميليشيات المتمردة حتى على اتفاق الرياض الوقائع على أرض عدن تؤكد ما ذهب إليه الوزراء المعارضون للاتفاق السعودي حيث سولى المجلس الانتقالي على نحو 18 مليار ريال من ميناء الحاويات بعدا ورفض توريدها للبنك المركزي اليمني في الوقت الذي صرح فيه قيادي في المجلس الانتقالي بأن الانفصال قرار لا رجعت فيه وهدد بإعادة الحكومة عبر أي سفينة مواشي وهو ما يضع السفهامات حول جدوى بقاء حكومة لا سلطة لها ولا قرار ليني خاش أوسع ينضم إلينا من بريطانيا رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس مركز شمسان للدراسات الدكتور عيدا روس النقيب أيضا ينضم إلينا المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في الرياض الصحفي أنيس منصور مرحبا بكم ضيفي أبدأ معك دكتور عيدا روس كيف تتابع وتنظر كيف تتابع التصعيد الحاصل في عدن وفي أي سياق يمكن وضع هذا التصعيد حسب رؤيتك تنجزي لنتحياتي لك ولمشاهديك الكرام الحقيقة يعني ليس هناك أي تصعيد في عدن في عدن هناك فراغ حكومي السلطة المفترض أنها شرعية والمفترض أنها الطرف الآخر في تنفيذ اتفاق الرياض لم تعمل شيئا من المهمات المطلوبة منها حتى رئيس الوزراء منعوه من أن يمارس صلاحياته ولم يمنعوه أي حق من الحقوق ويتهجمون عليه ويتهمونه في الانفصال ويتهمونه في الانقلاب وهو جاء لتنفيذ بند من حنود اتفاق الرياض وهو البند الأول والحقيقة من الواضح أن هناك داخل الشرعية مجموعة من الشرعيات وليست شرعية واحدة هناك شرعيون يرفضون مبدأ يرفضون اتفاق الرياض وهم دوي نفوذ وليسوا حامشيين وهم أصحاب تقل في صناح القرار وهناك جناح مسؤول يتصرف بمسؤولية ويرغب في تنفيذ اتفاق الرياض بالنسبة لنا كمجلس انتقالي نحن اتخذنا القرار النهائي بأننا مع اتفاق الرياض وسننفذه حرفا حرفا بما في ذلك التنازلات التي قدمها المجلس الانتقالي لكن لا بوادر على الأرض تشير دكتور عيدروس إلى ما تقول بالعكس تماما هناك تصيد على الأرض مهاجمة مواقع الجيش في شبوة وأيضا في أبيان أيضا هناك نهب للأموال من الحاويات في ميناء عدن وهذه الأموال تتبع البنك المركزي يعني كيف تقول أنه لا يوجد هناك تصيد من الواضح أنك تستبدل معلوماتك من مواقعها متحيزة للرافضين لإتفاق رياض أرجو وباعتبركم قناة إعلامية أن تتبعوا الحصابة والحيادية والموضوعية الذي يجرى في شبوة هو قتال بين قوات غازية دخلت يوم 28 من أغسطس ونقصة اتفاق الرياض على عودتها إلى مواقعها في خولان وفي مأرب والذهاب لمقاتلة الحوتيين الغريبة إن هؤلاء الذين لم يطلقوا رصاصة وقاعدة ضد الانقلاب الحوتي ولم يتحركوا مترا واحدا باتجاه صنعة اكتسعوا شبوة في 24 ساعة وحولوها إلى مستوطنة جديدة لهم ويقتلون المواغنين اليوم أمس اليوم في لقموش قتلوا عددا من المواغنين ضلما وعدوانا وهناك يدور القتال بينهم وبين أبناء شبوة الذين يأتون ضيوف ثم يقومون بقتل المواغنين لا يمكن أن يكونوا جيشا وطنيا الجيش الوطني مهمته محددة هي مواجهة القوات الانقلابية الحوثية بصرعاء وليس بشبوة في شبوة لا يوجد انقلابيون تفضل بالبقاء معي دكتور عيدروس مرحبا بك معي الصحفي أنيس منصور إذن الدكتور عيدروس يقول بأنه لا يوجد تصعيد على الأرض بينما هناك فيديوهات انتشرت تظهر اعتراف قيادات في الانتقال اعترفت بمهاجمتها لمواقع الجيش في شبوة وأبيان أيضا نهب حاويات الأموال من ميناء عدن كيف يمكن فهم هذا السياق يعني كيف يمكن فهم هذه الأحداث في سياق التصعيد في عدن طبعا طبعا بحياتي لكم ولي العزاء المشاهدين ولي دكتور عيدروس النتيج أيضا الحقيقة أنا أقول لك الواق منذ أول يوم أو اتفاق الرياض بدل من أن يحل المشكلة تحول إلى مشكلة أساسية وهذا الاتفاق تحول إلى اشتوانة قابل للانتقال ولا يمكن أو قابل للاشتعال لأنه مشكلة أساني تاليا لا يوقع لأنه تحدثنا على أن هذا الاتفاق منذ أساسه هو عبارة عن مرحلة تكتيك سياسي للإمارات عبر الانتقال من خلال البحث عن مخرق قانوني وسياسي للهروب من القرابة التي أرتكبت بحق القيش الوطني والتصصيات التي تتم ليس هذا كيف نفسر عمليات الاستقالات المتوالية والمتتالية والانتلاقات والانشكارات والصراعات الموجودة داخل الاستقال هذه أولا هناك أشياء يعني كل يوم نحن نسمع كيف نفسر أنه لديك حقائك عميدا عملية اغتيالات نصب كماء سرق أموال اعتقالات تصيات بالهوية إذا كانت أبناء أبيا وشبوة يتعرضون للتصيات عن طريق الهوية والاعتقالات موجودة لأبي بيسر مناطق عنصري فهل هذا الانتقال الذي يؤسس مشروعا جنوبيا أو أنه تاري الأستاذة الانتقال لا يمكن أن يمثل خيار الجنوب لا الانتقال أداة هو يعني يرفض الشمال القادم من لكنه يقبل الشمال القادم من طارق نعم تفضل بالبقاء معي سيد منصور أعود إليك دكتور عيدا روس يعني حتى إذا ما سلمنا بكلامك وأنه لا يوجد تصعيد على الأرض كيف يمكن فهم مطالبة نائب رئيس الدائرة الإعلامية للانتقال بأنه يقول بأنه سوف يتم طرد الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن يعني هذا ممكن تسأله الأخ الذي أدلب أنا أسألك أنت باعتبارك ضمن هذا المجلس هناك نائب رئيس الدائرة الإعلامية التابع لهذا المجلس يقول بأنه لا يعترف بهذه الحكومة وبأنه سوف يتم طردها وإخراجها في أقرب باخرة من العاصمة المؤقتة أولاً أولاً يجب أن نعرف أن هذه الحكومة منتهية في الولاية لنقول أنها حكومة لم تعد ذات ولاية لأن نص اتفاق الرياض يقول تشكيل حكومة في قضون أسبوعين لا أتذكر ربما ثلاثة أسابيع أو شهر زمان اليوم مضى على اتفاق الرياض أكثر من شهرين ولم نسمع كلمة واحدة عن تغيير محافظة أو تغيير مأمور شرطة أو تكليف من الوزراء وهذا لا يعني أنا ألقي يقين أن المعقلين وعبين مع مرحبه أعتذر عن مقاطعتك لكن برأيك من هو المعرقل لتنفيذ بنود اتفاق الرياض المعرقل هو الذي بيته القرار الذي بيته القرار القرار على الأرض داخل الشعي القرار على الأرض هو بيد السلطة المحلية إذا كلف الرئيس محافظة ومدير أمن سينفذون بالنسبة لمحافظة عدن وكما حين بقية المحافظات المجلس الانتقالي يتطلع إلى اليوم الذي يكلف بجه محافظون ومدراء أمن ليتولوا مهمة يعني ترتيب الأمور داخل المحافظات المعنية لتسير بإتياج تنبيض اتفاق الرياض لكن الجناح المتصل يمنعه من استخدام الغرارات نعم دكتور عيدروس أيوة نعم إذن تفضل بالبقاء معي نعم سأنقل هذه النقطة إلى الصحفي أنيس منصور سيد أنيس إذن برأيك من المعرق لتنفيذ بنود الاتفاق في عدن المعرق لتنفيذ بنود الاتفاق في عدن هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كلاهما وضع الاتفاق وكلهما يلعبون وسط الاتفاق وكلاهما سيفشل الاتفاق وكلاهما سيجعل الشعب اليمني يتصارع ويتناحر ويتقاتل ويفع الزمن غالي وهم يلعبون بنا لعبة قذرة أنا أحب أن يتصالح اليمنيين وأن تغادر التحالف لأنه ليس من مصلحة الإمارات أن يكون هناك اتفاقا يمنيا وليس من مصلحة السعودية أن يتصالح اليمنيين هؤلاء يلعبون على بطر الصراع على وصر التأجيق على بطر الانقصامات نعم سيد أنيس إذن لماذا لو سمحتين نعم لو سمحتين نعم السعودية تدعم قيش الشرعية ضد الانتقال والإمارة تدعم قيش انتقال ضد الشرعية وكلاهما أيضا في النهاية يتفق ضمن تكتيب وتكتيق متفق عليه هذا هو مصلحة التحالف وهذا هو التحالف الذي قال إن كان الشرعية إذا به قال يخلق شرعيات ويفتن شرعيات ويقسم قيوش ويدعم جيوش لكن هدف الأبعد من ذلك هو أن ينتهي الضمير اليمني الوطني وينتهي أنا الأخ عيد روس النقيب زميل وأستاذ قدير وحبيب لا يمكن أن يفرق بيننا وأدعو أن يتعقل ويدعو أن يدعو قيادة إلى التعقل أن لا يكون هناك صراعا يمني يمني أن الصراح هو دولي لكن بأدوات يمنية لا نريد أن نكون نحن الأدوات نعم إذن سيد أنيس كيف تنظر الاتهام الوزير الجبواني لرئيس الحكومة بأنه يعني وصفه بالتمرد على الرئيس هذه بتخطيط إماراتي طبعا الموضوع مفرع عنه يعني قرار معين تعيينه جاء بضعف من قبل السفير السعودي وحينها أنا كنت موكتوا جدا في الرياض وأتذكر تلك التفاصيل وأيضا كان متمالئ من الإمارات معين عبد الملك في قصف القيش تمت في كثير من المحطات والمواقف التي تتهم الإمارات في تخل قرام ضد الإنسانية ليس له موقف معين جزء من المؤامرة لكن أصبح ليس له قيمة سياسية موجودة كما هو عند الانتقال وليس له قيمة مكانة سياسية عند الأحزاب السياسية وعند الشعب ولا عند الإعلام هذا الرجل أصبح منبوذ من كل التقاو وبالتالي أنا واضح يعني ما تحدث به الجبواني هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة كلها شكرا لك الصحفي أنيس منصور المستشار الإعلامي بسفرة اليمنية في الرياض أعود إليك دكتور عيد روس إجمالا برأيك إلى أين يتجه اتفاق الرياض في ضوء المستجدات الحاصلة شكرا جزيلا اتفاق الرياض هو موضوع أمام محق جاد هو أمام خيارين لا ثالثة لهم أما أن ينفذ اتفاق الرياض بحذافير والمسؤولية الأولى تقع على الشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات بطبيعة الحال ويليهم الحكومة الشرعية التي هي معنية بتمديد ما عليها وما لها من استحقاقات ومن واجبات وبطبيعة الحال يأتي بالطرف الثاني من جلس الانتقالي الذي هو معني بتطبيع الأوضاع في الجنوب والذهاب في اتفجاه إحداث استقرار وتنمية وأعادة إعمار ثم حل حلة ما يتعلق بالقضية الجنوبية التي يستنكر الكثيرون أن يقول أحد قادة الانتقالي بأننا مصررون على ما تسمون أنتم قرار الانفصال نحن الاتفاق الرياض لم يلغي الحق الجنوبي في استعادة في تقرير مصير الجنوب واستعادة دولته لكن نحن نتكلم عن تطبيع الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة الذي يأبى جناح الشرعية المتطرف الذي يأبى إلا أن يعيد الإرهابيين والجماعة الداعش والقاعدة إلى الجنوب نحن نقول لهم لا مكان للغزاة في الجنوب إذا أطروا على أن يستعيدوا الجنوب عن طريق الغزو أو عن طريق الإختراق بالجماعة الإرهابية فهم واهمون قد فشل علي عبدالله صالح وفشل الحوذي وفشلت حملة 24 بعد 25 سنة وإذا أرادوا أن يكرروا يضعوا أنفسهم أمام تحدي سيغذبهم إلى خارج قارعة التاريخ وإذا أرادوا أن ينفذوا الاتفاق بالموضوع سهل جدا يقوموا بما عليهم وتعود الحكومة يكن تكسير الحكومة وينفذ اتفاق الرياض كما ورد وسيقوم الانتقال ومعه الشعب الجنوبي بما عليه في هذا الإطار والخيار بيد الشرعية وجناعها المتطرف على وجه القصول نعم تفضل بالبقاء معي دكتور عيدروس أرحب بضيفي الكاتب والمحلل السياسي عبدالرقيب الهدياني مرحبا بك معنا سيد عبدالرقيب إذا ما الذي يحدث في عدن هل نحن أمام تمرد جديد أم ماذا إذا ما نظرنا أو إذا ما تم النظر إلى السطو على مليارات الريالات من ميناء عدن وأيضا التهديد بطرد الحكومة مساء الخير بداية عليك نظال وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم ما يحصل في عدن هو استمرار للدور العبثي الذي دابت عليه بعض الأدوات والتي تعمل لأجندات خارجية غير وطنية ما يحصل في عدن اليوم هو استمرار لأربع سنوات من الفوضى والاغتيالات والملشنة وتغييب الدولة وضرب مؤسساتها وتقويض وقودها والحرب على الحكومة الشرعية من يتحمل المسؤولية سيد عبدالرقيب يقول أن المجلس الانتقالي أمام مأزق كبير المجلس الانتقالي أمام مأزق كبير بسبب الاستقالات التي تعصف بمكونه للمعظم المحافظات هناك تبرم داخل القوات الميليشيات التي يسيطر عليها لها أكثر من شهرين بلا مرتبات بعد أن تخلت عنها الإمارات وتركتها فريسة لهذا الواقع اليوم المجلس الانتقالي يرى أن اتفاق الرياض بمجمله يصب في استعادة الدولة وحضور الحكومة إلى عدن وبالتالي يفقد عدن بعد أن فقد شبوى وأبيان وحضر موت والمهرة وسقطرة فهو اليوم في زاوية ضيقة في حدود 135 كم بين كريتر عدن وبين سناح الظالع يحاول أن يحرق إلى الفوضى الشاملة حتى لا يستطف تتقر الأوضاع ويعني يتم تطبيق اتفاق الرياض الذي يعني بمسهول الانتقالي عورة الدولة وعورة النظام والقانون وبالتالي خروجه من طموحاته التي بناها يعني باع الوعن للمواطنين وللجنوبيين وللشعب الجنوبي باستعارة الدولة وبمصالح المواطنين نحن نراه اليوم يقوم بسطو على أموال البنك المركزي وهي عبارة عن أموال مرتبات مدرقة في الموازنة العامة وبالتالي سلوك سلوك في حالة ارتباس كبير المجلس الانتقالي في حالة ارتباك كبير والأيام القادمة ستزيد من هذا الارتباك نحن نشهد خلال حشود يقوم بها المجلس الانتقالي إلى أبيان إلى محاولة إلى شق إلى شقرة بعد أن خسر معركة التوبة والعبذ التي حاول أن يديرها في شبوه نعم تفضل بالبقاء معي سيد عبد الرقيب أعود إليك دكتور عيدروس إذن هناك استقالات في المجلس الانتقالي تشير إلى تمرد وعدم قبول بسياسة هذا المجلس كيف يمكن فهم هذه الاستقالات في هذا الوقت للأسف الشديد أنا أسمع كلاما متناقضا ومضحكا يعني مضحكا لا أقول مبكيا لأنه يعني يعبر عن تمنيات وأمنيات وأنهم قالوا أن المجلس الانتقالي ولد ميتا خلق ولد ميتا لا تتكلموا عنه لا تقولون أنه فيه استقالات وبعدين قالوا تم احتواء وبعدين قالوا سيتم يعني ترويضه المجلس الانتقالي هو هو كيان سياسي صناعته معركة الجنوب منذ 94 من أجل إنهاء نتائج حرب 94 بما فيها تدمير الدولة وتدمير الوطن وهو يعني حصيلة سنوات من النظال السلمي الذي امتد أكثر من 20 سنة ثم حرب 45 التي أنتجت هذا المنتج الذين يقولون أن المقاومة الجنوبية بدون مرتبات هم لا يعلمون أن هؤلاء كلهم جاءوا من الميادين وقاتلوا على مدى 15 بدون مرتبات وضحوا بالغالي والرخيص والنفيس من أجل أن يستعدوا يحرروا عدد من الغذو حينما كان هؤلاء المتقولون يحتبئون أو يهربون إلى دول الجنوب الذين يقولون أن القوات الجنوبية بدون مرتبات هم يعلمون أنها مبترض يبترض أن تقوم ضمن الجيش الوطني والواجب الحكومة الشرعية أن تمنحهم المرتبات لماذا لم تظرف لهم المرتبات كل فرئيس الوزراء بالعودة إلى عدن لصرب مرتبات الموظفين الحكوميين الذين هم بدون مرتبات منذ ستة شهر مش منذ شهرين كما يقول ضيفك عن القوات الهدام الأمني والنخاب الأمنية ومع ذلك حتى اللحظة لم تصرف مرتبات الموظفين الحكوميين الذين أخذ مثلهم بعضهم من 45 سنة لا يعني التمني والتشفي والفرحة أنه واحد استقال من المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي تعداد كوادره فقط الأعضاء في الهيئات فقط يبلغ مئات الآلاف فإذا استقال واحد أو اثنين استقال الرئيس نكسون ولم تسقط الولايات المتحدة الأمريكية واستقال توني في بريطانيا ولم تسقط بريطانيا وقبل أيام استقلت رئيس الأزراء ولم تسقط بريطانيا يستقل واحد عبو جمعية وطنية أو واحد عبو جمعية وطنية فيقيمون الدنيا ولا يقعدوها ونحن نحترم كل الأخوة الذين يقدمون استقالاتهم لأن هذا هيئات طوعية هذا ليس جيش عسكري في حيادات هذا استقال ليس لواء في الجيش حتى ينهار الجيش من بعده هو عضو في الجمعية وطنية فليستقل هذا الشأن هو حر فيه نعم شكرا المجلس الانتقالي وجد لا يبقى وسيبقى حيا والذين لهم حسابات أو حساسيات مع أفراد داخل المجلس الانتقالي أنا أنصح شكرا لك جزيل الشكر عيدة روس النقيب رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس مركز شمسان للدراسات كنت معي من بريطانيا أعتذر لمقاطعتك لضيق وقت هذه الحلقة سؤال أخير لا تزال تمتلك أدوات قوة على الأرض للتحكم في المشهد ميدانيا على الأقل بمناسبة الحديث عن التناقض الذي أورده الصديق العزيز عيدة روس النقيب أنا كنت أربع بالصديق العزيز الرفيق عيدة روس النقيب عضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني ألا ينقلق ويتناقض مع تاريخه وتاريخ حزبه الاشتراكي اليوم يقود مشروعا مناقضا للجنوب وتاريخ الجنوب و14 أكتوبر ويقود اليوم مصنى استعماري مصنى الجنوب العربي الذي يطالب به المجلس الانتقالي الذي لا يمث إلى الجنوب ولا إلى تاريخه أقول حول سؤالك الحكمة الشرعية لديها الكثير من الأوراق الشرعية هي الأقوى هي المقترسة دوليا هي التي تملك اليوم حاضنة شعبية هي التي وجدت هذا الاحتشار الكبير من شبوى إلى أبيا إلى عدن وانحسر المجلس الانتقالي اليوم اتفاق الرياض وإذا ما سأت الحكومة إليه وضغطت ويعني تم تطبيقه سيعود بصالح تطبيق وتطبيع الحياة العامة التي تعني عودة النظام والقانون وقيام المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن الحكومة الشرعية اليوم لديها جيش كبير ولديها حاضنة شعبية وسط المحافظات الجنوبية التي أنتجت انتصار خروج الجماعات جماعة الانتصالية من شبوى ومن أبيا الجيش الوطني اليوم يقص في شقرة على تقوم عدن ولولا الضغط من قبل التحالف ومن قبل المملكة العربية السعودية نستطع هذا الجيش أن يحسن وهو يتحرك في إطار قانوني ويستعيد عدن ويقيم المؤسسات ويعيد الأمن والاستقرار ويمنع هذه العفابات التي أزمت ونزفت في ظلها عدن سجون سرية وإنسيالات وأخيرا قطل مسلح إلى ميناء الحاويات وأخذ مليارات قوت الشعب اليمني ومرسفات نكتفي بهذا القدر المحلل والسياسي عبد الرقيب الهدياني كنت معي من عدن كما أشكر ضيفي الدكتور عيدروس أندقيب رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس لانتقال الجنوبي ورئيس مركز شمسان للدراسات كان معنا من بريطانيا وأيضا المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في الرياض الصحفي أنيس منصور شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة تقبلوا تحياتي وتحياتي معد هذه الحلقة الزميل ودي عطا كما هي لكم من الزملاء في الكنترول إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر